مفهوم التعصب هنا دكتور أصام عبد السلام برحب بيك ليك كتاب مهم جدا بعوان تعصب ميديا المشكلة والحالة عايزين نتكلم شوية عن الكتاب ده بس قبل من نتكلم عن الكتاب والطريقة أو المنظور اللي حاليك اخترت ان انت تتكلم فيه أو تتناول التعصب منه عايزين نتكلم أو نعرف يعني ايه تعصب بسم الله الرحمن الرحيم أنا برحب بيك أولاً أصدر بواقي وأنا شاكر على الدعوة الكريمة ديت في تلفزيون المصري اللي احنا بنفقر بيه وسنظل نفقر بيه التعصب مصطلح ظهر مع ظهور الرياضة وتطورها وباقت الرياضة ما باقتش لعبة تمارس باقت تجارة وباقت صناعة ده حي ظهر مصطلح التعصب وخصوصاً التعصب الكروي فاحنا بس عايزين ان يبتدي نقول للناس يعني يتعصوا تمام فلغوياً تعصب لصديقه أو لقي يعني وقف جنبه أي يده أو دعمه تعصب لأهله برضو الوقوف جنبه والدفاع عنهم والعصبة هي الأهل والأسرة من جانب الأب ففي الآخر العصبة تقول القوة القوة هو الدعم دعم والمحاماه أو الدفاع عنه ده التعصب طب إيه المصطلح التعصب الرياضي بقى ده الانتماء عند الجمهور لنادي معين بيخليه ما بيشوفش غيره بيوصل لمصطلح التعصب الأعمى ما بقاش دفاع لا ما بقيتش شايف إلا النادي ده أنا آسف أنا ممكن بس يعني أسأزنك أن أنا أعمل تعديل طفيف هو مش هو الانتماء السلبي أو الانتماء الاكساسف المتطرف مش الانتماء في حد ذاته لا طبعا طبعا احنا حتى التعصب لين وعين فيه نوع فيه تعصب إيجابي وفيه تعصب سلبي التعصب للوطن تعصب إيجابي التعصب للأسرة تعصب إيجابي بس لما بيزيد حالة التعصب دي لدرجة التعصب الأعمى بيبقى التعصب السلبي هو خيط رفيع ما بين التعصب الإيجابي والتعصب السلبي لكن لما يوصل بعد المحاماة والدفاع لدرجة العنف والتطرف الفكري التعصب أنواعه كتير تعصب رياضي وتعصب ديني وتعصب فكري كل ده بيؤدي لسلوك بيزيد حالة العنف والتطرف في قلب الرياضة ده بالبساطة فكرة لينك إزاي توصل للتعصب